اشتركوا في القناة ما حقيقة التعليم الديني في العراق ومتى نشأ هذا المفهوم ما المقاصد التي سعى وضعوه أو ما المقاصد التي سعى إلى تحقيقها وهل أصابت تعليم الديني نجاحاً في ذلك كيف اتسمت العلاقة بين التعليم الديني والسياسة وكذلك بينه وبين البيئة المجتمعية المتنوعة في العراق هل لهذا النظام التعليمي مستقبل في عراق اليوم وما أبرز التحديات والمعوقات في طريقه هذه الأسئلات تشكل صلبة حلقة اليوم من برنامج مقاصد التي تأتيكم بعنوان التعليم الديني في العراق المقاصد والتحديات فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء المتجدد يسعدني أن أقدم لكم ضيف حلقة اليوم الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مقاصد والرافدين بداية لو بدأنا كمدخل للحلقة التعليم الديني مفهوم شائع في العراق ومنتشر لو وضحنا ما معنى التعليم الديني للمشاهدين الكرام ماذا يعني وهل هناك تعليم ديني وآخر مدني أو حديث مثلاً؟ بسم الله الرحمن الرحيم مفهوم التعليم الديني هو مفهوم حديث نسبياً وهو ليس في العراق فقط وإنما في كل البلاد العربية والإسلامية كما تعلم التعليم هو تعليم يمكن أن يوصف بأنه إسلامي ولكن وصفه بالديني وصفاً حديث وهذا ناشئ من تغير الزمان والتطورات الأحداث والعصور في البداية كما تعلم كان التعليم المشهور والمعروف في المدارس العلمية في العراق وغيره فلنأخذ بغداد مثال ومدارسها الكبيرة والعظيمة مدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية ومئات بل آلاف المدارس في العراق على مدى قرون طويلة جداً تعرض هذا التعليم إلى هزات كبيرة جداً بسبب ظروف النساوي التي مر بها العراق تجد الحروب والغزوات ومحتلال بغداد في عام 656 لجرة وسقوط على يد المغول في ذلك الوقت إلا نموذج من النماذج التي تعرض لها التعليم في ذلك الوقت تعرضاً للأسف كان مؤثراً واستمر تأثيره إلى مدى قرون ثم فيما يسمى بالعصر الحديث أي بعد عام 1516 وهو الذي اصطلح المؤرخون على عده تاريخاً حديثاً في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية والمتمثل طبعاً بدخول العثمانيين إلى المشرق العربي في تلك المرحلة بدأت العلوم الحديثة أو ما يسمى بالعلوم الحديثة ثم عقب ذلك موضوع النهر الصناعية في الغرب ثم الصراع بين الكنيسة وبين دعاة التحرر في تلك البلاد الذي أسفر عن انقسام كبير جداً أدى إلى نبذ الكنيسة وتعليم الكنيسة وكليات وجامعات الكنيسة التي هي أساس كل الجامعات الغربية إلى الآن كليات اللاوت هذا للأسف سحب وأنزل على واقع غير الواقع الذي نشأ فيه فبدأ بعض دعاة التفكير ما يسمى بالتفكير الحديث في العالم الإسلامي وما يسمونه بدعاة التنوير بمحاولة تطبيق الحالة الغربية على الحالة المشرقية على الحالة العربية والإسلامية في ذلك الوقت وهذا خلط واضح وكبير جداً لأن واقع التعليم الإسلامي والتعليم الديني بالمصطرح الحديث يختلف تماماً عن الظروف التي نشأ فيها الفك بين هذين الأمرين في البلاد الغربية في إطار ما يصطلح عليه بالعلمانية التعليم في الإسلام لا يتناقض تماماً كما هو معلوم التعليم الإسلامي والتعليم دي لا يتناقض تماماً مع العلوم الحديثة وهذه المغالطة التي أؤكد عليها ولكن هكذا شاء جاءت الاحتلالات الغربية لبلاد المسلمين ثم هذه الاحتلالات قامت بالسعي لتغيير المناهج مناهج التعليم والتربية والتدريس في بلادنا وكان هذا أحد أهداف الاحتلال في ذلك الوقت والنماذج له كثيرة سواء كان في العراق أو في بلاد الشام أو في مصر أو في غيرها من بلاد المسلمين فبدأت الدعوة إلى إبعاد التعليم ما يسمى بالتعليم الديني عن ساحة الحياة وهنا نشأ هذا المصطلح قبل كان غير موجود بدأ يصطلح الآن تعليم ديني في مقابل تعليم غير ديني تعليم دنيوي تعليم حديث تعليم مدني في مرحلة متأخرة رغم أن هذا المصطلح عليه كلام كثير وجدل لأنه دعاة التعليم الديني المتقدمون هم أصحاب فكرة المدنية مدنية الإسلام وإمارة الإسلام ولكن أفرغ هذا المصطلح من محتوى والآن يراد به الدولة الحديثة القائمة على أساس العلمانية حين ذاك بدأ الكلام عن التعليم الديني وأصبح الناس فيه بين طرفين طرف مفرط وهم دعاة الفكرة الغربية الساعين إلى إنهاء هذا التعليم ووصمه بكل الأوصاف الأوصاف السلبية أنه جمود وأنه رجعية وأنه خلاف التقدم وأنه لا ينتج أجيال واعية وذات كفاية وبصيرة في إدارة الشعال العام وبين طرفين مفرط فيه وقف ضد أي محاولة لإصلاح هذا التعليم الديني من منطلق ردة فعل ضد الهجم الكبير على هذا التعليم لكن هناك اتجاه وسطي يقول بضرورة إصلاح التعليم الديني كما هناك حاجة لإصلاح التعليم غير الديني هناك ضرورة لإصلاح التعليم الديني أيضاً ولكن ليس بالطريقة التي يراد بها بإنهائه ووصمه بكل الأوصاف التي ذكرناها قبل قليل فهنا نشأ هذا المصطلح أصبحت هناك تفرق بين التعليم ديني وتعليم غير ديني وإلا هذا المصطلح ما كان موجوداً ولا مستعملاً في بلادنا حينما يطلق هذا المصطلح يعني دكتور مسنى حينما يطلق هل يراد به التعليم من ثقه وحديث وتفسير أم أنه يحتوي على العلوم الحديثة ولو كان يحتوي على العلوم الحديثة لماذا نشأ مصطلح التعليم الحديث أو التعليم المديني؟ لهو يراد الاقتصار على هذه العلوم ولا ضير في ذلك أن تقتصر مدارس معينة أو كليات معينة أو جامعات معينة لإعطاء التعليم الديني البحث على الرغم من الطريقة التي كانت متبعة في القرون الماضية في بلاد المسلمين جميعاً أن المدارس العلمية كانت تحوي العلوم الدينية إذا صح التعبير والعلم غير الدينية فكان يدرس فيها الجبور والهندسة والحساب والطيب وعلم الفلك وكل هذه العلوم كانت تدرس وكان علمان المتقدم كما تعلم ويجمعون في غالبهم بين هذه العلوم لكن تطور العلوم الحديثة والنزوع نحو ناحية الاختصاص ثم نشوء مدارس خاصة لهذه العلوم التي تطورت من فنون إلى علوم نتيجة الثورة الصناعية ثم المنهج التطبيقي وما إلى ذلك والاكتشافات والاختراعات الحديثة فتوسعت هذه العلوم واقتضت أساليب وطرق تدريس حديثة لا تستطيع المدارس العلمية القديمة أن تفي بها فكان يمكن بسهولة أن يقال أن هذه المدارس إذن تقتصر على الدروس الدينية وتفتح مدارس وجامعات وكليات ما يسمى بالعلوم الحديثة وتسير هذه في طريقة وهذه في طريقة لأنهم يوديان إلى هدف واحد عندنا كمسلمين بخلاف الغربيين لكن الذي حصل أنه صنع نوع من الفصام كما يقولون فصام النكد بين هذه وهذه وكأن هذه العلوم الحديثة تعارض العلوم ما يسمى بالعلوم عندهم العلوم القديمة واقع الحال غير ذلك تماما فبدأ هناك نوع من النظرة القاصرة النظرة الدونية للتعليم الديني وأنه منبع التخلف والرجعية وصل الأمر حتى إلى الحديثة عن المظاهر التي تعطى بها هذه العلوم وأن هذه المظاهرية خاصية من خصائص هذه الأمة فهنا نشأ هذا المصطلح في مقابل المصطلح العلوم الحديثة فأصبح لدينا تعليم ديني مغضوب عليه وتعليم غير ديني غير مغضوب عليه ومحبذ ومحببه يعني هنا أريد أن أسألك دكتور مثنى عن العوامل التي أسهمت في هذا الفرز فرز التعليم الديني والتعليم الحديث أو التعليم المدني العوامل التي أسهمت في هذا الفرز وهذا الاستقطاب تاريخيا العامل الأول طبعا هو التطور العلمي والنهضة الصناعية ونشأة العلوم التجريبية والتطبيقية وتوسعية وكثرة الاختراعات وغير التي اقتضت وهذا تطور علمي محمود لا ضير فيه لكن هناك بعد أيضا سياسي ناشعا سيطرة قوات الاحتلال وسعيها إلى تغليب طبقة معينة حاكمة لبلاد العرب والمسلمين متأثرة بالأفكار الغربية من هنا نشأت هذه الفكرة ولعل ما فعله المسؤول عن المعارف في مصر دلوب في وقتها مشهور جدا وما فعل في العراق قبيل الاحتلال وأثناء الاحتلال البريطاني وحتى بعد الاحتلال البريطاني في عهد الانتداب أو ما يسمى بتأسيس الدولة الوطنية في ذلك كانت هناك عناصر شبيهة بدلوب الموجود في بريطانيا في كل بلد عربي ومسلم تشرف على إدارة المعارف وتوجيها بالاتجاه التي تريد سلطات الاحتلال الأمر الثالث والأخير هو الحاجات الطبيعية للناس لما ترى الناس بأنه المناصب والأعمال والوظائف تعطى لخرجي المدارس الحديثة ويتقلص أثر المدارس الدينية القديمة بل لا يكتفى بالمدارس الدينية وإنما يذهب أبعد من ذلك فيلغى القضاء الشرعي في العراق بخلاف غير البلاد المسلمة التي إلى الآن فيها قضاء شرعي ألغي القضاء الشرعي في العراق منذ الثلاثينات وسرح عدد كبير من القضاءة فرجعوا إلى التدريس في المدارس الدينية التقليدية فإذن الحاجة الإنسانية تجعل الناس تبتعل عن هذه المدارس إلى المدارس الحديثة فهذه عوامل ثلاثة رئيسة وهناك عوامل أخرى تفصيلية هل أستطيع أن أفهم من كلامك دكتور بأن المرحلة التي بدأ فيها التصادم أو التوازي في مسارين مسار التعليم الديني والتعليم المدني إن صحت التسمية هل يمكن القول أنها بدء نشوء فكرة القومية العربية لا قبلها قبل نشوء فكرة القومية العربية فكرة القومية العربية ساهمت أو بعض دعاة القومية العربية للأسف ساهموا إلا فكرة القومية العربية في ثوبها الرئيس وفي دعاة الرسيم كان كثيرا منهم من أصحاب التعليم التقليدي كما يسمون أو التعليم الديني لكن المشكلة نشأت مع دخول الاحتلال لبلاد المسلمين وطبعا كثيرون يؤكدون على موضوع حملة نابليون بونابرت على فرنسا وجلبه لعدد من العلماء محاولة إبهار المجتمع المصري والمجتمع العربي والمسلم بهذه الاختراعات وأنها تتعارض مع الدين وأن المسلمين يتركوا دينه من أجل هذه الاختراعات من هنا بدأت القصة لكن بعض دعاة القومية العربية بالغوا في هذا الموضوع لا بسبب إيمانه بالقومية العربية فلا تعرض لأنه من أساسيات القومية العربية وفكرة القومية العربية هي العنصر العربي واللغة العربية على سبيل المثال والتاريخ العربي وهذه كلها مواد أساسية في المدارس التقليدية وتوليها الحظ الأكبر من التدريس بخلاف المدارس الحديثة بل كان من دعاة الفكرة القومية العربية في العراق مثلا بما أننا نتحدث عن العراق معممون من رواد التعليم التقليدي أو الديني في العراق يعني على سبيل المثال من أبرز دعاة القومية والفكرة العربية ومات في سبيلها في الستينات الشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصر رحمه الله وهو عالم العلماء العراق الكبار ومرواد الفكرة العربية والعراق الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه الشامي المصري لماذا أذكره؟ لأنه أسس في وقتها جريدة في البصرة قبل عام 1920 تبث هذه الأفكار هي جريدة القبلة الأفكار القومية والأفكار العربية وما إلى ذلك فإذن كثير من الرواد الفكرة القومية العربية لكن بعض الرواد القومية العربية المتأثرون بالأفكار الغربية كانوا يرونه وهذا لا أقول عن جهل وإنما أقول عن خطأ فادح لأنهم لا يجهلون وإنما خطأ فادح تجى التأثر بنازع ونازع معينة فكرة معينة أن التعليم الديني عاقب في تطور الدول الوطنية الناشئة بعد الاستقلال وهذا ما حصل في العراق والتجربة مشهورة وصاحبها مشهورة بناء على هذا الكلام يعني لو توجز لنا دكتور المراحل التي مر بها التعليم الديني عندما بدأ يتبلور هذا المفهوم من حيث كونه مفهوماً متمايزاً عن التعليم الحديث نعم استمرت طريقة التعليم القديمة وتجددت في العراق بعد فترة ركود بعد سقوط وغداد في عام 656 للهجرة فنزح كثير من علماء العراق إلى بلاد الشام وإلى مصر وإلى المغرب العربي وأسسوا مدارس واتجاهات فكرية هناك وعانت بغداد طيلة قرنين أو ثلاثة من تراجع الحالة العلمية فيها ثم بدأت بعد ذلك بالعودة في العراق تحديداً وفي بغداد بشكل أكثر تحديداً عادت الحياة العلمية ممثلة بعدد من علماء العراق الكبار الذين أنشأوا مدارس علمية جديدة ومكتبات وأنشأوا حركة جديدة من التأليف والمجالس العلمية في إطار ما يعرف بيمكن أن نسميه عصر التجديد العلمي في العراق وبدأت هذه مع الشيخة بالثناء الآلوسي أنت إدال جماد الدين الأفغاني؟ لا الثناء الآلوسي قبل في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي والثناء الآلوسي مؤلف المشهور والمفسر المعروف الذي يوصف بأنه أحد مجددي الإسلام بدأت مدرسة دينية علمية جديدة من خلال الشيخ أبي الثناء الآلوسي وتلاميذه وعائلته هي عائلة دينية معروفة وتآليفه الغزيرة وتوجهه الفكر العام فبدأت الحركة العلمية في العراق تتطور تتوسع فانشئت المدارس والمكتبات توسعت حركة التأليف كثرة العلماء وأصبح في كل مدينة عراقية حتى في بعض القرى العراقية مدارس دينية هذا استمر طيلة نهاية القرن الثامن عشر وأن وفاة الآلوسي كانت في نهاية القرن الثامن عشر وطيلة القرن التاسع عشر الأفغاني ظهر في نهاية القرن التاسع عشر ثم استمرت هذه المدرسة إلى أن توقفت عنده حفيد الشيخة بالثناء الآلوسي وهو السيد محمو الشكر الآلوسي المجدد الثاني للعلوم في العراق وفي المنطقة الذي توفي عام 1924 وصاحب الكتاب الكبير المشهور بلوغ الأراب في معرفة أحوال العرب لاحظ كان معنين بالفكرة القومية بالفكرة العربية كما هي بدون الأبعاد السياسية التي غذيت بها من أطراف أخرى فإذا رائد التعليم الديني أو التقليدي إن صاح التعبير في العراق كان هو أحد رواد الفكرة العربية وهو السيد محمو الشكر الآلوسي هنا نرجع للتسلسل التاريخي في عام 1910 أنشئت أول مدرسة علمية دينية في إطار حديث في قالب حديث وفي اقتنظيمات حديثة وهي كلية أو دار العلوم العربية والدينية في عام 1910 وإنشأه الشيخ نعمان الأعظمي وهو أحد كبار علماء العراق وأحد رواد التعليم بشكل عام والتعليم الديني بشكل قاس في العراق اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914 أغلقت الكلية ما بقيت معها ضعف وإنما أغلقت انتهت تعليم الديني في العراق إلى عام 1924 أقنع أحد رواد التعليم واحد الأدباء واحد رواد الفكرة العربية الأستاذ فهمي المدرس وبالمناسبة حتى أفندي وليس معمما فهمي المدرس كان والده قاضيا من كبار قضاة بغداد ونشأ ودرس العلوم ثم أصبح مدرسا في دار الفنون في إسطنبول ثم بتعث من قبل السلطان عبد الحميد ليحياء الحالة العلمية وإعطاء تقارير عنها في بلاد الشام ثم مسك عدة مناصب أخرى علمية ثم عاد إلى العراق وأنشأ جامعة آل البيت وهي أول جامعة في العراق عرضها على الملك فيصل في وقته فوافق الملك فيصل وفتحت عام 1924 لم تدوم إلا ست سنوات خرجت دفعتهم فقط ثم أغلقت بسبب من؟ بسبب بعض الجهات والأطراف التي رأت فيها أنها غير ذات أبعاد تحديثية وما إلى ذلك كما أنها كانت تدرس فضلنا العلم الشرعية الطب والهندسة والعلوم واللغة العربية والآداب والتأريخ وأكثر جيل خدم الفكرة الوطنية في العراق والفكرة العربية في العراق وبنى التعليم في العراق هم خرجوا الدفعتين اليتيمتين لهذه الجامعة مع أنه فهم المدرس كان من رواد الوحدة العربية والأدب العربي وليس عليه سمت العلماء التقليديين وصاحب فكر تحديثي في مجال التعليم ولكن وئدت هذه الفكرة واستمرين بدون مدرسة أو جامعة أو كلية مع أن كلية الطب في العراق فتحة عام 1924 واستمرت إلى الآن لم تتوقف معاد الموسيقى فتحة عام 1934 واستمر إلى الآن أكاد دينية الفنون الجميلة الآن ولم يتوقف لكن توقف التعليم الديني الحديث المؤثر والمؤسس والمنظم بقوانين من الدولة وليس التعليم المسجدي لم يعد فتح دار العلوم العربية والدينية إلا في عام 1933 بقيت سنوات وأغلقت ثم فتحت كلية الشريعة عام 1946 إلى 1963 وألغيت ثم حولت إلى قسم دين في كلية الآداب في جامعة بغداد واستمرت إلى عام 1979 أسست كلية الشريعة مرة أخرى بعد دمج كلية الإمام الأعظم التابعة لديوان الأوقاف في وقتها مع قسم الدين في كلية الآداب ونشأت كلية الشريعة التي غيرت إلى كلية العلوم الإسلامية وهي المستنرة إلى الآن هذه الانقطاعات الكبيرة دليل على أنه لا توجد استمرارية للتعليم الديني في العراق مما أودى بهذا التعليم وأضعفه ضعفا شديدا حقيقة دكتور ينبغي أن أذهب إلى فاصل لكن لبأس بسؤال أخير قبل أن أذهب إلى فاصل هذا التعليم الديني وإصرار من يقف وراءه على استمراريته في مواجهة في مدة أو فترة بدأ فيها احتكاك الأفكار والمدارس الفكرية وتبلور المفهوم العلمانية كمفهوم نظري هل يمكن أن تجمل لنا أبرز الأسماء التي خرجت من عباءة النظام الديني النظام التعليم الديني في العراق وأسهمت في صوغ المفاهيم والمجتمع العراقي نعم سأذكر لك الآن مؤسسو المدارس والمدرسون فيها وخرجوها نماذج سريعة جدا يعني نبتدئ ذكرنا نعمال العظمي نذكر معروف الرصافي الذي كان يدرس في كلية دار العلوم العربية والدينية الزهاوي الشاعر محمد جميل الزهاوي كان أيضا مدرسا فيها رغم أنه له أفكار أخرى قد تكون بعيدة جدا عن التعليم الديني محمو الشكر الآلوسي وعلى الدين الآلوسي وهذه النخبة الأولى منهم ثم ننتقل بعد ذلك إلى فهم المدرس وتلاميذه ثم نرتقي أكثر فنصل إلى الشيخ محمد بهجة الأثري من كبار علماء العراق الأديب والعالم المعروف وهو أيضا من هذه المدرسة علماء العراق الموجودون الآن سواء كانوا في داخل العراق أو في خارجهم جميعا خرجوا هذه المدرسة إذا عدنا بالزمن سنجد الشيخ محمد فؤاد الآلوسي سنجد الشيخ نور الدين الواعظ سنجد الشيخ عبد القادر الخطيب سنجد الشيخ قاسم القيسي سنجد الشيخ أمجد الزهاوي علامة العراق وفريد ودهري كما يقولون أسماء كبيرة جدا هؤلاء كانوا رواد التعليم الديني في العراق والمدافعون عنه وكلهم يجمعون بين التعليم الديني والوعي الفكري والمشاركة في القضايا الوطنية والقضايا العربية والإسلامية بل والإبداع في مجالات غير دينية بحته وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا هذا ما يسعف به الوقت الآن نعم نحتاج إلى بحث قضية المدى الذي أسهم فيه في صوغ المفاهيم داخل المجتمع العراقي بالمشاركة مع المقاصد التي سعوا إلى تحقيقها ولكن لو سمحت لي بعد العودة من الفاصل نذهب إلى فاصل قصير قبل العودة لاستئنة في الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ومشاهدين الكرام ما زلنا في الحديث عن التعليم الديني في العراق مقاصده والتحديات التي تواجه تحقيق هذه المقاصد دائما الحديث مع دكتور مستنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق وجديد الترحيب بكم دكتور لا شك أن التعليم الديني في العراق مقاصد وغيات يسعى إلى تحقيقها ما هي هذه المقاصد والغيات دكتور؟ مقاصد التعليم الديني هي كغيرها من مقاصد أنواع التعليم الأخرى كل عملية التعليم في العالم بغض النظر عن كونها في العراق أو في المنطقة العربية الإسلامية وفي غيرها أو كون تعليم ديني وغير ديني تهدف أساسا إلى هدفين هدف مباشر وهدف غير مباشر والهدف المباشر هو في حد ذاتي وسيلة وليس غاية والهدف غير المباشر هو الغاية والمقصد فالهدف المباشر للتعليم بشكل عام ومنه التعليم الديني وتخريج كوادر تتمتع بالقدرة العلمية والكفاءة الفكرية لكي تستطيع أن تؤدي دورا ما في خدمة المجتمع هذه قاعدة أساسية لكل عملية التعليم إذا جئنا إلى التعليم الديني تحديدا وذهبنا إلى هدف غير المباشر الذي هو المقصد والغاية فهو أولا تقريب المجتمع ما أمكن من الحالة المثلة دينيا وأخلاقيا من خلال الدعاة والعلماء والأساتذة الذين يتشبعون بهذه الأفكار في مؤسسات التعليم الديني ثم يخرجون للمجتمع مدرسين وقضاة وإمة وخطباء ودعاة وما إلى ذلك في كل مجالات الحياة وقد كان الدعليم الديني في ذلك الوقت يؤدي هذه الخدمة لأن طبقة الموظفين في أواخر عهد الدولة العثمانية وبداية عهد الدولة العراقية كانوا في أغلبهم من خريجي هذه المدارس سواء كانوا محامين أو قضاة أو مدرسين أو إعلاميين بل حتى كثير منهم كانوا ضباط جيش أنهوا خدمتهم العسكرية أولا في المدارس الرشدية ابتدائية ثم الرشدية في العراق ثم انتقلوا إلى إسطنبول وأكملوا الكليات العسكرية فإذن كانوا يقومون بهذا الدور وكان أثرهم في المجتمع ملاحظا ومعروفا وإلى الآن عندما تذكر أسماؤهم تذكر مع كثير من عبارات يعني الإجلال والاحترام والتقدير لأثرهم في بناء الدولة العراقية مقصد آخر وهدف آخر وغاية أخرى هي حفظ التراث الإسلامي استمرارية حفظ التراث الإسلامي كتابا وسنة وعلوما أخرى هي تكون من خلال الكوادر العلمية المؤهلة التي تخرج من مؤسسات التعليم الديني فتستمر في حركة التأليف ثم حركة التحقيق ثم حركة التدريس وهكذا وهنا ملاحظة إشكالية التعليم الديني تثار فقط في المنطقة العربية والإسلامية وإلا إلى الآن التعليم الديني قائم في الغرب ومحافظ عليه من خلال كليات اللاهوت بل أن أغلب جامعات العالم المشهورة والمعروفة سواء كان في بريطانيا أو في فرنسا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية في أساسها قائمة على كلية اللاهوت بنيت حول كليات ثم أصبحت جامعة وما تزال هذه الكليات حتى ببنائها القديم مع بعض التحديثات بسياقاتها القديمة بعلومها القديمة مع إدخال النظم الحديثة عليها وتحظى باحترام وتقدير بالمناسبة هي وكليات الفنون ما يتعلق بالفنون وتاريخ الفنون وينظر للدارسين فيها نظرة إكبار واحترام وتوقير لماذا هذه المشكلة التي كانت هي مشكلة معقدة في العالم الغربي وهناك تعارض بين التعاليم الكنسية واللهوتية والتقدم العلمي ومع ذلك وصلوا إلى نوع من التعايش بينهما بينما يثار هذا في بلادنا ربما يقول لك قائل لأن المدارس الدينية مثلا في الغرب لا تمتلك تأثيرا فاعلا على القرار السياسي في بلادها نعم لماذا لأنه طبق العلمانية إذن سنرجع إذن المشكلة إذن ليست في أصل المدارس الدينية وفكرة المدارس الدينية إذن هي كانت كلمة حق يراد بها أو كلمة باطل يراد بها باطل هي ذريعة إذن لمنع هذه المدارس من القيام بدورها الفكري والحضاري والسياسي الذي يسبب المشاكل للطبقة السياسية الحاكمة التي جاءت بفضل الاستعمار أو الاحتلال أو جاءت معها أو استفادت منه وتحاول أن تلون المجتمع بلونها فيبقى هذا الفصان بينها وبين التعليم الديني وتبقى المعركة القائمة نعم تحدثت عن مقصدين عظيمين من وراء التعليم الديني في العراق وهما حفظ التراث الإسلامي وكذلك تقريب المجتمع بشكل عام ليس في العراق فقط نعم لكن نتكلم عن الحالة العراقية دكتور وتقريب المجتمع من الحالة المثلة وهي الحالة الإسلامية دكتور التعليم الديني في العراق اليوم هل ما زال يعمل من أجل هذه المقاصد برأيك بكل التغييرات التي أصابت العراق في الأصل نعم من ناحية النظرية والدليل على ذلك أن هذه العبارات التي ذكرتها هي بلفظها وبحرفها برسمها موضوع الآن في كل رؤية أو رسالة تعرضها أي كلية أو جامعة في العراق حتى اليوم حتى اليوم افتح على أي موقع لهذه ستجد تقريبا هذه العبارات نفسها ولكن هل يتطابق هذا مع المضمون الحقيقي؟ هل يتطابق هذا مع واقع ما عليه هذه الجامعات والكليات والمدارس؟ هنا نتحدث به من وجهة نظر الناقد الشيخ محمد عبده عندما دعا إلى أصلاح الأزهر وقام بذلك واجه في ذلك الوقت مشاكل كثيرة جدا بين الطرفين أيضا طرف مفرط وطرف مفرط ولسنا متفقين تماما مع كل الأفكار التفصيلية للشيخ محمد عبده ولكن الاتفاق مع الفكرة الأساسية ثم تطورت هذه الفكرة في عصور أخرى في مصر مثلا في الستينات في عد جمال عبد الناصر أيضا فيما يسمى بإصلاح الجامع الأزهر وحول إلى الجامع الأزهرية في العراق أيضا مارس الشيخ محمد بهجة الأثري في مرحلة من مراحل محاولة إصلاح التعليم الديني ولكن هذا الإصلاح من الداخل بإدخال وسائل جديدة طرق جديدة أساليب جديدة تغليب فن على فن علم على علم وليس إصلاح بمعنى الهدم والتخريب والإلغاء كما يدعو إليه كثيرون الإصلاح كان هدفه هو العمل على تحقيق مقاصد التعليم وتقريبه أكثر ورده إلى مقصده الأساس هو خدمة المجتمع بدلا يكون خدمة لطبقة معينة من العلماء وطلبة العلم لا لخدمة المجتمع دعوة إلى انفتاح طلبة العلم الشرعي على المجتمع وأداء واجباتهم المكلفين بها من حيث المشاركة في إبداء الرأي في موضوع الشأن العام وما إلى ذلك لذلك كل إصلاح حقيقي للتعليم الديني في العراق وغير العراق للأسف يواجه بصعوبات كثيرة ويواجه أحيانا بالقمع كما حصل في العراق ودليل أن العراق قد يكون حالة متفردة البلد حسب استقرائي وتتبعي الوحيد مع مثالين أو ثلاثة فقط التي قمع فيها التعليم الديني على مدى فترات طويلة وأوقف تماما لدينا أمثلة وشاهد مصر على مدى تاريخها وكل ما مر فيها من أزمات ومن صراع بين الفكرة الغربي والفكرة الإسلامية بين العلمانيين وغير العلمانيين لم تتوقف المعاهد الأزهرية مثلا اليمن إلى عهد قريب أوقفت المعاهد العلمية في اليمن وهكذا بلدان أخرى بينما في العراق كانت توقف تماما بل وتشتث من الأرض من خلال إلغائها وإلغا حتى يعني القضاء الشرعي ذكرته أنا قبل قليل عندما ألغي القضاء الشرعي يذكر الشيخ أحمد الراوي من كبار علماء العراق ومؤسس المدرسة الدينية المهمة في سامراء التي ولدت كثير من علماء العراق يقول توسطت عند الملك فيصل من خلال أحد مساعده أين يذهب القضاء الشرعيون إذا ألغيت مناصبهم وهم طبقة كبيرة من المجتمع على الأقل أنظر لهم من الناحية ناحية الرزق من الناحية المالية يقول فعرضت هذا الأمر على الملك فيصل ولكن الطبقة المحيطة بالملك فيصل كانت مصممة على إيقاف هذا بدون أي ذريعة مقنعة أو وسيلة مقنعة مع أن القضاء الشرعيين في ذلك الوقت كانوا يقومون بدور القضاء غير الشرعيين في حالة غيابهم أو عدم تعيينهم يعني كانوا يقومون بأعمال قضاء شرعي والقضاء غير الشرعي ومع ذلك رغم حاجة المملكة العراقية في ذلك الوقت إليهم تم إلغاء المنصب وإلى الآن نعاني من الضعف في هذا المجال في العراق فإذن موضوع التعليم الديني فيما يخص فكرة الصراع بين طرفين ومن ثم محاولة التأثير عليه لم يراعى فيها النظر الإصلاحي الحقيقي فنحن ندعي إلى إصلاح بالطرق والأساليب والوسائل وأيضاً الانفتاح المجتمع وهنا مربط الفرس الذي سألت عنه هناك خشية من أن يصلح التعليم الديني بهذه الطريقة لأنه حين ذاك سيكون أداة مخلقة ومزعجة لأوضاع السياسية معينة لا تريد ذلك دكتور كنت أريد أن أسألك عن مدى النجاح الذي أصابته مؤسسات التعليم الديني في العراق في تحقيق مقاصدها لكن كلامك حول سؤالي إلى السؤال عن هل يمكن اعتبار حركات الإصلاح التي نشأت إصلاح من الداخل التعليم الديني دليل على إخفاق هذا التعليم في تحقيق مقاصده؟ لا بالعكس لأن كل حركة التعليم وحالة التعليم تحتاج إلى إصلاح بين مدى وأخرى والآن نحن في بلادنا العربية والمسلمة للأسف نعاني ليس من ركود علمي وأنها تراجع علمي ليس في التعليم الديني حتى في العلوم الأخرى في العلوم الإنسانية والعلوم غير الإنسانية والشكوى مريرة وكبيرة عن أن الجامعات القائمة الآن التي تسمى بالجامعات الحديثة والتي قامت والتي لديها عداوة ومشكلة مع التعليم وأساسات التعليم الديني يشكى من أنها غير متطورة لا تفيه متطلبات البحث العلمي لا تخرج إلا موظفين لا يدركون ماذا يعملون أسهمت في تراجع بدل في تقدم الحركة العلمية والحركة الحضارية بل الكلام عن الفساد والأموال التي تصرف عليها ولا تؤدي إلى مخرجات سليمة وحقيقية فإذا هناك مشكلة كبيرة في التعليم بشكل عام في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي فما بالك بالتعليم الديني الذي هو ينظر له نظرة خاصة فإذن الإصلاح لا يعني الفشل في تحقيق المقاصد وإنما هذه حالة طبيعية كل عمل يحتاج بين مدة وأخرى إلى مراجعة ونقد وتقييم ومن ثم إصلاح وهذا ما فعل مثلا في الأزهار بعد الشيخ محمد عبدالجي الشيخ المراغي وبعد المراغي في الستينات نعم الإصلاح في الستينات كان هدف سياسي أكثر ما هو هدف علمي وغيره ولكن فلننظر الآن إلى التعليم الديني الرسمي الحكومي المرضي عنه في بلادنا العربية والذي يقال بأنه بديل عن التعليم الديني التقليدي المسجدي وما إلى ذلك ماذا فعلت هذه الجامعات بل من الغريب هناك تناقض أنه الحالة العلمية والفكرية والحضارية في مجال التعليم الديني وغيره التعليم الديني كانت أكبر بكثير مما هي حاصلة الآن قبل مرحلة الفصل إذا كنت دكتور إذا كنت تنفي فرضية الإخفاق في تحقيق مقاصد التعليم الديني إذن ما هل يمكن أن أصابها؟ لا أنفي لأن هناك مؤسسات قام عليها وناس لا يفقهون مقاصد هذا التعليم فأخفقت هذه المؤسسات ما مدى النجاح الذي أصابه في تحقيق مقاصده التعليم الديني في العراق؟ إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع النجاح والفشل في العراق فأقول بأن العراق شهد نجاحات في مدى زمنية محددة ولكن بشكل عام هناك حالة إخفاق كبيرة جدا لكن مظاهرها دكتور ليس سبب ذاتي للأسف في العراق وإنما السبب موضوعي في بلاد أخرى فسح المجال لمؤسسات التعليم الديني ولكن القائمون عليها سيطرة الحكومات عليها تأثير الحكومات عليها وما إلى ذلك أسهم كثير للأسف في تراجعها في العراق الإنقطاع وعدم الاستمرار هو الظاهر الأكبر في عدم تحقيق التعليم الديني لمقصده ليست هناك استمرارية ليست هناك تراكمية ليس هناك تجديد مثال الدراسات العلية في العراق تعود إلى الثلاثينات والأربعينات وأول جامعة في العراق منشية عام 1924 والتوجه العام فيها أن فيها دراسات دينية فضلاً عن دراسات غير الدينية وأول مدرسة تسمى بهذا الاسم ولكن هي كلية كانت كلية الدار العلوم العربية التي ذكرناها عام 1910 ومع ذلك تأخر موضوع الدراسات العلية في العراق إلى عام أي عام تتصور يلا بدأت الدراسات العلية في العلوم الشرعية في عام 1967 67 دورة واحدة خمسة أو ستة الطلبة تخرجوا منها في عام 68 دورة ثانية في عام 69 دورة ثالثة ثم أوقفت الدراسات العلية تماماً في العراق في بجال الدراسات الشرعية ولم تعد إلا في عام 1983 هذا أثماناً انقطاعاً في العلماء انقطاعاً الآن كثير من علماء الذين يدرسون في كليات الشريعة وغيرها هم من خريجي تلك المرحلة أو من خريجي الأزهر في مرحلة السبعينات وكثير منهم الآن توفي أو هو رجل كبير في العمر حصل نوع للانقطاع الفكري لأنه بعد ذلك لما نشأت الدراسات العلية في عام 1983 توسعت هذه الدراسات ولم يكن عدد المدرسين والعلماء الذين يمكن أن يسهموا فيها الإسهام المطلوب كبيراً توسعت أعداد المقبولين فضعوا في التعليم هذا الانفصال أو هذه الفقرة الضائعة من الستينات إلى الثمانينات ومن الستينات إلى عام 1910 ولدت أولاً قلة في عدد العلماء المؤهلين من أصحاب التخصصات والشهادات العليا وعندما يقل كم يقل الكيف طبعاً عندما يتوفى أحدهم لا يعوّف قام علمية كبيرة يتوفى تلاميذه ليس لديه تلاميذ أصلاً ولم تتح له الفرصة أنه يدرس في الدراسات العليا وينشئ تلاميذ قضية مهمة دكتور من خضلك يعني هذه عندما تقول نقص عدد العلماء والدعاة وعندما يتوفى لا يعوّض هل هذا أحدث شرخاً أو هزة أو أثراً سلبياً في المجتمع العراقي؟ طبعاً كيف تمظهر هذا الأثر؟ مثال على ذلك إذا أخذنا أمثل أخرى من بلاد عربية سنجد أن حركة التأليف مستمرة وحركة الكتابة وتوعية المجتمع مستمرة لأنه الكليات والمعاهد العلمية الدينية مستمرة وموجودة وفيها علماء وهؤلاء العلماء كثرة كثرة جداً وينتشرون في المجتمع ويقومون ندوات والمحاضرات ويكتبون في الصحف والنجلات السيارة وما إلى ذلك ويخرجون في رحلات دعوية ويشاركون في مؤتمرات بل وينشئون مدارس وجامعات وكليات خاصة بهم هذا ألا يساهم في تنمية المجتمع؟ طبعاً يساهم في العراق هذا غير موجود لا كليات خاصة العدد قليل جداً شغلوا بالتعليم في أطور ضيقة ومعينة كثير منهم لم يسمح له في مرحلة ما زمنية بالسفر خارج العراق إلا تحت موافقات خاصة أو ما إلى ذلك ثم منعوا حتى من الكتابة في كثير من المجالات أو الإسهار في كثير من المنتديات العلمية والثقافية بسبب ظروف السياسية المتقلبة من العشرينات إلى وقتنا الحاضر فهذا كله يجعل هناك فاصل ما بين العالم وطالب العلم الشرعي والمجتمع ويجعل عامة الناس يصدقون ويتقبلون كل ما يقال لهم فضلاً عن حالة الاستهزاء والاستخفاف والانتقاص من العلوم الدينية وطلبة العلوم الدينية مثال على ذلك أن هناك عزوف كبير عن الدراسة في المدارس الدينية في فترة السبعينات والثمانينات في العراق لماذا؟ لأنه المدارس الدينية كانت تعمل إلى أواخر الستينات صدر قرار بإلغاء كل المدارس الدينية في المساجد وجمعها في معهد ديني واحد وبقي هو المعهد الديني الوحيد في العراق إلى الآن قبل الاحتلال بقليل وبعد الاحتلال رخص للمعاهد والمدارس الدينية وتوسع التوسع كبير جداً ولكن على حساب الناحية العلمية هذا الحصر للمدارس كله في معهد ديني جعل كثير من هؤلاء العلماء يتقاعدون من وقت مبكر ويجسون في بيوتهم بانتظار الموت بل أن المكتبات التي كانت موجودة في عشرات المدارس في بغداد على سبيل المثال إذا حصينا المدارس في بغداد يتجاوز عددها إلى نهاية الستينات السبعين وثمانين مدرسة في كل مدرسة عالم على الأقل مع مكتبة ومعاونين أضحت كلها في إطار معهد ففقيدت حتى هذه المكتبات جمعت في مكان واحد ثم تعرضت للنهب والسرقة بحسب تقلبات الوضع في العراق فهذا كله أضعف الحالة العلمية وعندما تضعف الحالة العلمية يضعف التواصل مع المجتمع وعندما يضعف التواصل مع المجتمع يقل تأثير العالم الديني في المجتمع في تعود النتيجة سلبيا أستنتج من كلامك دكتور بأن النخب العلمية الإسلامية أبعدت عن المجتمع فبالتالي صيغ المجتمع العراقي بعيدا عن النخب الإسلامية هذا يقودني للسؤال هذا الانقطاع الذي أثمر انقطاعا في العلماء والدعاة انقطاع نظام التعليمي كان ذاتيا ناشئا من الداخل أم بفعل عوامل خارجية سياسية طبعا فعل عوامل خارجية العراق تعرض لهززات كثيرة جدا الحالة السياسية في العراق كانت قلقة وغير مستقرة الاحتلال البريطاني ثم بعد الاحتلال البريطاني ونشوء الدولة الجديدة ما يسمى في وقتها بالدولة الوطنية والمملكة العراقية الانقلابات التي حصلت في العراق وهي انقلابات كثيرة أكثر عدد انقلابات يعني لا ينافسها في ذلك إلا سوريا في هذا الموضوع ثم طرح الأفكار الجديدة يعني العهد الملك استمر إلى عام 58 كان هناك إطار عام هذا الإطار العام هو مع ضعف المدرسة أو التوجه الديني والتعليم الديني والمؤسسات الدينية ولكن كانت هناك نظرة احترام إلى حد ما وتوقير للعلماء وكان كثير منهم في مفاصل هذه الدولة وإن قلوا في عام 58 جاءت أفكار جديدة مع ثورة 58 في عام 63 حصل ما حصل في عام 68 ثم استمرت الأمور إلى الحروب التي دخلت فيها العراق مشاكل السبعينات ثم الحرب العراقية الإيرانية ثم احتلال الكويت ثم غزو واحتلال العراق ثم التقلبات في العراق منذ الاحتلال إلى الآن لا تكاد تمر سنة 23 إلا هناك مشكلة كبيرة لا يقضى فيها على التعليم الديني فقط وإنما يقضى فيها على التعليم ويقضى فيها على المدن وعلى السكان وحالة التهجير والنزوح كم من المدارس والجامعات أقفلت كم من العلماء وطلبة العلم هاجروا أو أجبروا على الخروج من مدنهم أو من بلدهم العراق فإذن الظروف الخارجية وبالتحديد الظروف السياسية أستطيع أن أقول أشبه بالهزات الأرضية الكبيرة التي قطعت أوصال التعليم الديني في العراق التعليم بشكل عام تأثر ولكن نسبي مثال على ذلك أنه لم نسمع أن كلية ألغيت أو توقفت سواء كانت كلية طب أو كلية عسكرية أو حتى ما قلنا معهد موسيقة أو كلية هندسة ولكن كليات التعليم الديني كانت توقف بحجة أو بغيرها وهنا أنبه على أن كثيرا من الأفكار التي كانت تخشاها بعض الأنظمة والطبقات السياسية كانت نابعة من الفكرة الإسلامية بشكل عام والدينية بشكل خاص في أوساط هذه المدارس أو هذه المؤسسات فكما قلنا قبل قليل كان يخشى منها فكانت تغطى بغطاء التحديث والعصرنا وما إلى ذلك ويكتكبر الأمثلة السلبية هناك أمثلة سلبية في كل حالة تعليمية هناك أمثلة سلبية أستاذ غير ملتزم أستاذ غير جاد أستاذ غير مليء خطأ في طريقة تعليمية ما أينما ذهبت في الدنيا تجدها ولكن تصلت عليها الأضواء هنا ولا تصلت عليها هنا نعم ربما وصلنا إلى الحديث عن كيفية النهوض بالتعليم الديني في العراق لكن يبقى لدينا فاصل الأخير ثم نعود نتوقف مع فاصل الأخير ثم نستكمل ما تبقى من الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأفاضي إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي نبحث فيه علاقة السياسة والأحداث التي شهدها العراق بالتعليم الديني والتحديات التي تواجه هذا التعليم مرحبا بك مرة أخرى دكتور قبل الحديث عن سبل النهوض بالتعليم الديني في العراق لكن ربما يسأل سائل في العراق مذاهب وأديان وأعراق شتى يعني ألا يمثل التعليم الديني عامل تفتيت للنسيج الفكري والاجتماعي والثقافي في العراق خاصة من المطلق العقدي والمطلق التاريخي هذه إحدى الشبه التي تلقى من أجل الوقوف في وجه التعليم الديني وإلا دول كثيرة فيها مثل التعددية الموجودة في العراق الدينية والعرقية والمذهبية والإثنية ومع ذلك التعليم الديني قائم فيها ولا يعترض عليه والأنثلة كثيرة أمر آخر أن هذه التعددية ليست جديدة هي موجودة في العراق منذ قرون طويلة جدا والتعليم الديني موجود في العراق من ذلك الوقت وكل دين وكل مذهب وكل طيفة تقوم بتعليم أبناء ولم يحصل أي تعارض الأمر الثالث أن اختلاق هذه الشبهة أو الفرية هو نتيجة ظروف وأبعاد سياسية وإلا التعليم نفسه بشكل عام وسط التعليم الحديث الآن لا تخلو من هذا الأمر لا تخلو من توجيه لعناصر معينة تثير على الانقسام وتفريق المجتمع وإعلاء القيم أو إعلاء الأمور المذهبية والضائفية والعرقية على حساب الأمور الجامعة وطنيا وقوميا وخل الكبير الآن مثال على ذلك ما يجري في العراق الآن العراق بعد الاحتلال وما يسمى بالديمقراطية الجديدة وغيرها والدعوة إلى بناء الدولة على أساس المواطنة والتداول السلمي والسلطة المفروض أن تغذى كل العناصر التي تعزز وحدة المجتمع وأن يقوم التفاضل بين الناس على أساس المواطنة ولكن واقع الحال أن أغلب الجامعات العراقية الآن توجه لأسف موجه توجيه طائفي وتوجيه عرقي وتوجيه فكري معين تعمل على نخر كل هذه المعاني والدليل على ذلك أنها استوردت كل ما يوصن به التعليم الديني من نقائص وتتطبقها الآن في الجامعات والمعاهد العلمية العراقية ومن ذلك إحياء المناسبات والشعائر المذهبية الخاصة بفئة معينة من المشترى فأين دعوة المواطنة والوحدة والرقيب المستوى العلمي وعدم تهديد اللحمة الاجتماعية من هذا الفعل فإذن هي فرية يراد إلصاقها بالتعليم الديني والدليل على ذلك كما قلت أنه التعليم استمر منذ 1200 سنة هناك تعدد مذهبي في الإسلام هناك تعدد أيضا فرقي في الإسلام وهناك فرق خاصة وتركها الإسلام وتركتها الدول لا أقول فقط الإسلام وإنما التطبيقات السياسية الإسلامية أو ما يسمى بالدول الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية تركوا هذه المذاهب والأقليات الدينية ترعى نفسها بنفسها ولم يحصل أي مشاكل هناك حدود توضع قواعد عامة توضع هناك خطوط حمراء في كل مجتمع هذه ينبغي الخطوط الحمراء اللي لا يصل إليها الإنسان تحفظ وحدة المجتمع وثقافة المجتمع الجامعة بدون أن تغض من يعني هناك مشترك إنساني عام وهناك خصوصيات لكل في أن الفئات هذا غير موجود الآن نعم دكتور تحدثت خلال الحلقة عن الإصلاح النظام التعليمي الديني أو التعليم الديني في العراق والنهوض ضرورة النهوض السؤال وما معنى الإصلاح إصلاح التعليم الديني في العراق وما سوى النهوض بهذا التعليم الديني بقي ثلاث دقائق نعم إصلاح التعليم الديني مثلا إصلاح الوعظ الديني على سبيل المثال كثير من العلماء كتبوا في هذا المجال أنا أقول بأنه منظومة التعليم الديني نتحدث عنها الآن وعن إصلاحها من باب التأريخ لهذه المنظومة في العراق وما وجهته من مصاعب وأيضا لبيان أسباب ضعف الحالة العلمية التي مر بها العراق في مراحل معينة وإلا فمنظومة التعليم بشكل عام في العراق تحتاج إلا ليس إلى إصلاح وإنما إلى نقض وبناء من جديد وهذا النقض والبناء الجديد لا يكون في ظل هذه الظروف لأن ظروف غير طبيعية وظروف استثنائية وظروف شاذة عندما تقوم الدولة العراقية الوطنية التي تنظر للجميع على أساس المواطنة وتحاول أن تلبي كل احتياجات وتعطي كل حقوق الإنسان العراقي لو حين ذاك ممكن أنه نحظى بتعليم جيد ونحظى بصحة النظام الصحي جيد ونحظى بخدمات جيدة فالمشكلة الآن ليست في بنية التعليم وإن كانت تكون منهارة وإنما في بنية المجتمع الذي يرزح في ظروف أو تحت ظروف احتلال قاهر ظاهر أو غير ظاهر منذ عام 2003 وإلى الآن فالخراب أصاب الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي ومنه الجانب العلمي فلا يمكن إصلاح منظومة جزئية في إطار منظومة مختلة بالكامل لكن ممكن يظهر لنا نموذج مؤسسة علمية هنا رائد لماذا؟ أن من يقوم على هذه المؤسسة شخص عالم وصاحب وعي ومستقل في عمله وفي إدارته وحتى هؤلاء يحاربون فلا أمل بإصلاح التعليم الديني الآن ولا أمل بإصلاح التعليم بشكل عام إلا بعد اشتثاث ونقولها بصراحة نستخدم مصطلحهم لاستخدموا بعد الاحتلال اشتثاث الحالة القائمة في العراق وإعادة بناء العراق مناء جديد وأضرب هنا مثل إذا ذهبنا إلى الأعداد تفخر كل الجامعات الآن بتخريج أعداد كبيرة من طالب مثلاً إحدى الكليات الشرعية في العراق إلى فترة قريبة كان عدد طلبة الماجستير فيها يفوق والدكتوراه الألف وكذا طالب وهي كلية واحدة بمعايير كل أساليب وأنظمة التعليم هذا غير مقبول تعد هذه نقطة إيجابية بينما هي في سلبية لو كان هذا الكم كله حظي بفرص تعليم جيدة وممتازة وخرج علماء قادرين على أن يوصلوا أفكارهم وعلومهم إلى جيل آخر لا كما يقولون لقلنا هذا الأمر يعني من الأمور التي يشكرون ولكن لا قلع الحال أن هؤلاء بذاتهم للأسف نتاج مرحلة تغلب مبدأ الشهادة على مبدأ العلم الحقيقي فإذن لا ينتظر للأسف أقولها بكل ألم لا ينتظر إصلاح حقيقي قريب للتعليم بشكل عام في العراق والتعليم الديني منه بشكل خاص نعم رغم أنك وضعت كثيرا من النقاط على الحروف دكتور لكن الحديث يحتاج إلى حلقات وحلقات أخرى مقبلة أشكرك شكرا جزيلا في ختم هذه الحلقة في ختم هذه الحلقة لا يسعني إلى أن أشكر الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشكر موصولا بلا نهاية لكم مشاهدين الفاضلين على كرم المتابعة في حراسة الله تعالى اشتركوا في القناة